اشتركوا في القناة ان الوحدة بتاعتنا اسمها ايه اللي هي تنفيذ وتشكيل وتركيب اعمال الشدات الخشبية اعلى او للأساسات بتاعتنا واتكلمنا وعرفنا ايه هي السلام والصحة المهنية المستخدمة في الوحدة بتاعتنا وعرفنا ايه هي ادوات السلامة وعرفنا ايه هي الادوات المستخدمة وعرفنا ايه هي العدد المستخدمة في الوحدة بتاعتنا وعرفنا وبنتكلم طبعا في البدارة الأولانية اللي هي حتة الخنزيرة المستخدمة في المنشآت الخرصانية المسلح طيب بصلنا لبعد كده عايزين نتكلم النهاردة في الخامات المستخدمة في تنفيذ الخنزير إيه هي الخامات المستخدمة في تنفيذ الخنزير عشان تيجي تشتغل الخنزيرة في الورشة بتاعتك لازم تقول أو تشتغل أو تبدأ في أول حاجة تجيبها عروق من خشب الفليري وبنسميها مداد أو قائم بيستخدم فيها مداد أو قائم المداد ده بيكون مجع عرفه أقولك عرف للمداد تقول لي المداد هو عبارة عن عروق من خشب فليري قطاع 3 في 3 أو 4 في 4 أو 5 في 5 تمام بأي طول مناسب ليه مناسب ليه مناسب لشغلي تمام بعد كده باج أقول إيه أقول القوائم كمان إما أجع عرف القوائم لازم أقول نفس التعريف وأقول نفس الكلام إن هي من خشب إيه بس بغير المسمى وأغير الاستخدام لأنها من خشب واحد خشب الفليري القائم خشب فليري قطاعه 3 في 3 و 4 في 4 و 5 في 5 بوصة ماشي أجي بعد كده أقول إيه الفرق بين المداد والقائم في الخنزيرة المداد بيكون على الأرض و بتسبت بالخوابير والقائم بيكون قائم مسبت على المداد اللي على الأرض علشان أعمل عليه إيه أو أسبت عليه إيه خنزيرة علوية لرفع الأساسات من على الأرض اللي هي غير مستوية إلى أعلى أجي بعد كده أخش على إيه الخامة اللي بعد كده فضلات من خشب اللي تزانة فضلات من خشب التزانة و بيسموها بقى في الموقع بتاعي أو في المجرسة لما أجي أقولك هاتلي فضلة خشب عشان أسبت بيها المداد بتاع الخنزيرة بنسميها إيه بنسميها خوابير الخوابير دي بتكون قطعة خشب من الخشب اللي تزانة أعرفها على طول إزاي أو الخوابير هي عبارة عن خشب اللي تزانة بمقاس أو قطاع 1 بوصة في 4 بوصة 1 في 4 و 1 في 5 و 1 في 6 أجي بعد كده عشان أعرف الخبور أقول ويدق بيه ويستخدم أو يدق لتثبيت المدادات في الخنزيرة بعد كده باجي أقول القطع في اللتزانة دي أو الفضلات اللتزانة دي بأستخدم منها إيه الدكم الدكم اللي بثبت بيها الخنزيرة العلوية وكمان عندي الأبائيب الأبائيب والدكم دي فضلات من الإيه من الخشب برضو وبثبت بيها الإيه زوايا الخنزيرة وهنشوفها عمل إن شاء الله وهنعملها مع بعض وهنبقى نتفرج على فيديو مع بعض إذا كان لنا عمر بإذن الله بعد كده الخيط البناوي الخيط ده بشد بيه الأكسات أكسات الإيه التمرين بتاعي اللي هو الخيط البناوي مهم جدا عندي الخيط ومهم جدا إن أنا أشوفه أو أجيبه ألوان وألوان تتشاف لون يتشاف عندي اللي هو الخيط البناوي إنه لازم يكون عند الخيط ده له ألوان تتشاف عشان ما جيش أنا الصناعية ماشيين أو أنا كراجل أو طالب شغال في الورشة أو في المدرسة بتاعتي أبوسم الشاي في الخشب أو لو أنا في الموقع ما شوفش الخيط دوت من الخشب لو هو لونه أصفر ما بيضيع طبعا أو بيتوه في الخشب بتاعي ما بشوفوش لو أنا على مسافة بعيدة ما شوفوش إلا إذا قربت منه في عندي الحاجة اللي بعد كده الدهان للعلامات لازم يكون عندي دهانات ودهانات على الأقل تلت ألوان شمعنا تلت ألوان يا بش مهندس تلت ألوان عندي من الدهانات على أساس المفروض ولكن بنقدر لو في لونين تمشي لو في لون بقادر أزبطها مع حاجة تانية ما فيش مشكلة ولكن الدهان موجود لازم يكون موجود عندي دهان لكي وأحاول أخليهم تلت ألوان لون بيبقى الخط الوجهة اللي هو الخط التنظيم بتاعي اللي هي حدود الجار ولون لخط الايه أو خطوط العرضية اللي هي الأكسات العرضية ولون للأكسات الطولية يبقى كده أنا عرفت التلت ألوان بتوع الدهان اللي المفروض تكون موجودة عندي بتكون موجودة عندي ليه بعد كده بيبقى عندي المفروض جير للتخطيط الجير ده بخطط به الايه أماكن الأواعد والمية أجيب الجير بعد ما أعمل أوزن بميزان الزومبا ونزل مكان الايه أوشح الأساس بتاعي اللي هي الأعدة بتاعتي باجي أخذ منها المأسات وأخذ حدود الايه حدود الأعدة وحدود المنشأ وأقوم راشش بالجير بتاعي وهنشوف برضو مع بعض بتروش إزاي بعد كده عندي الخامة اللي بعد كده مسمار باصة مسمار باصة ده المسمار ده لازم باستخدمه لتثبيت الخوابير والدوكم في الخنزيرة وتثبيت الايه العروق في بعضها بقطع الخشب اللتزانة اللي هي الطفش يعتبر بيسموها الطفش في الموقع وبأسميها عرضة قفل في أسبة عرقين ببعضيهم أو الدوكم أو الايه الاباستي عندي الأمطة الحديدية زي ما شرحناها قبل كده في الحلقة اللي فاتت بعد كده يا جماعة بخش على طول على أنواع التربة الصالحة للتأسيس عليها أنواع التربة التربة دي أنواع أه أنواع ليه أنواع وأشكال وألوان كمان ويعني كسفات كل ده التربة بتاعتي من ألافية عندنا دلوقتي في تربة ينفع أسس عليها وتربة ينفع ما أسسش عليها تربة أشتغل عليها خوزيء وتربة ما ينفعش أشتغل عليها يعني خوزيء تربة ينفع أشتغل عليها أساسات سطحية وتربة ما ينفعش أشتغل عليها أساسات سطحية تربة ينفع أشتغل عليها أواعد وميد وتربة ينفع أشتغل عليها يعني أساسات أواعد منفصلة أو أواعد شرطية فحسب الكلام دوت أو حسب التربة أو حسب اللي هنشوفه دلوقتي هنعرف الدنيا مشية أزاي بعد كده يتم اختيار الأساس وفقا لنوع البناية اللي هي الشغلانة يعني يتم اختيار الاساس وفقا لنوع البناية اللي هي الشغلانة بتاعتي واسلوب التصميم يبقى انا من التربة دي باعرف هأسس على قد ايه او مسافة قد ايه بناء على ايه على ارتفاع المبنى مثلا او حمل المبنى خمس دوار مش هأسس على تربة مثلا يعني عمقها متر او ست دوار او عشر دوار مش هأسس على تربة ولا هحفر متر انا ممكن احفر اكتر من كده طيب عشرين دور او تلاتين دور بحفر اكتر تاني وممكن اعمل خوازي ففي الحالة دي بيقول لي ايه يتم اختيار الاساس وفقا لنوع الايه البناية واسلوب التصميم وقدر التحمل من التربة لذلك يجب ان يتوافر في تربة البناء اربع شروط الا وهي خلي بالك الشرط الاولاني المتانة لازم تكون التربة دي متينة اوي ولو مش متينة هنخترع لها شغل وحوارات كده بحيث تبقى متينة جدا يبقى لازم التربة دي تكون متينة ونعمل عليها اختبارات ونوصلها لدرجة المتانة اللي احنا نقدر نأسس عليها التأسيس المطلوب ويكون في حالة امنة جدا 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 يبقى المتانة ليه بيقول لي لذلك يستوجب صلابة ومتانة حتى لا ينهار من الاساس تحت تأسير الاوزان ما جيش انا على تربة رخوة او تربة بتهرب مني او تربة بتسيح بالمية واقول ايه اأسس اساس ارتفاعه مثلا عشر دوار مش هينفع لو اسست الاساس ده على التربة دي من غير ما امتنها واخليها تمام واعمل لها اختبارات وجسات معينة وهنشوفها ان شاء الله دي يا بش مهندس هتبقى انت حطيت نفسك تحت مسألة قانونية كبيرة جدا لان انت راجل دكتور مش مهندس وبس انت بتعالج الناس اللي هتسكن هنا في المكان دوت اللي هيسكن وحصل مشكلة في موقع وحصل فيه انهيار لا قدر الله وتسببت في ارواح او كده يبقى انت دلوقتي يعتبر والعياذ بالله في عرف القانون مجرم فانا دلوقتي بقى تلاشى الموضوع ده واحاول ان انا ما خليش فيه اي سنتي ولا ملي يعني فراغ بينه وبين الحقيقة وبينه وبين الواقع ان التربة دي لازم يتأسس عليها احمال كذا واوزان كذا فلازم تكون احمل عليها واحطها في المعامل واعرف الحمل بتاعها اللي هيجي عليها ده هتشيله ولا مش هتشيله لو مش هتشيله اخف الاحمال ولا اوصلها لدرجة من المتانة ازاي بالضبط وهناعرف الكلام ده واحنا مع بعض الحاجة التانية التربة لازم تكون فيه عملية توازن وذلك حتى لا يحدث فيها انزلاقات نتيجة الرياح والكتل الترابي ما ينفعشي اقسس منشأ واحد في حتة عالية وحتة وطية او حتة منزلقة وحتة وطية وحتة عالية ما ينفعش حتة صخصية لازم اساوي المنشأ بتاعي كله ببعضيه واعرف يعني قوة صربته ايه ومتنته ايه ليه المنشأ بتاعي ينفعي الزحلة ايه الزحلة لان الحمل نازل رأسي عليه يعني نازل الحمل الرأسي ده نازل افقي على المكان اللي هو منزلق ده والاساس يقدر انه هو ينزلق ويغوص معايا في مكان تاني ويتحرك معايا نتيجة ايه الرياح والزلازل والكتل الترابية بتاعت الجو طيب بعد كده ابش مهندس عندي السبوتية حتى لا يكون هناك انحراف او فجوات داخلية بتأسير الماء فيها عندي تربة بتكون بتهرب بالمية التربة دي لو جات عليها مية تربة طفلية كده معينة مش كل الطفلة طبعا بيبقى لها اختبارات معينة التربة تمكن تربة مية من الخرصان تهرب تسيح ما يبقاش لها اي قصر دي لو اسست عليها وجات عليها مية الخرصان او مية الرش او مية جوفية في وقت من الاوقات او زمن من الازمان بعد التأسيس كده يبقى انا تسببت للمنشة ده في ان هو يهبط او ينهار معاي طيب ممكن عندي تربة تانية مش سابتة برضو لو جاء عليها مية تنفش تكبر تربة صخرية كده او تربة طفلية من انواع الطفل تنفش معايا وتكبر معايا وتحصلت كتير وشفناها تسببت في كسر في اعضاء الخرصانة المسلحة وكانت لبشة جمدة جدا وما تتخيلش انت ما تتخيلش يعني قوتها اديه وارتفاحها اديه والتربة دي ما بتسميش على حد بتقوم منفجرة تماما لدرجة ان هي ممكن تخلي اللبشة دي تنفجر مني اللي هي غير سابتة لازم تكون التربة بتاعتي عندها سبوتية جمدة جدا وبعمل عليها برضو اختبارات كمان رابح حاجة والاخيرة عندي وهي الايه الاستمرارية التربة بتاعتي دي لازم باش مهندس تربتك دي تعمل عليها اختبارات حتى ان هي تكون ايه مستمرة حتى لا يحدث فيها تغيرات وتشوهات كبيرة في حجمها زي ما قلنا هي نوع برضو من انواع التربة الطفلية اللي هي بتنفجر او بتنفش من وجود المية او تنفجر مع مرور الزمن او تتهالك مع مرور الزمن طيب وهي وهذه الخصائص تتوافر فين في التربة الان هو بقى الصخرية والتربة الطينية والتربة الرملية يبقى انا لما اجي اقسس على تربة صخرية جميلة جدا وكويسة جدا تبقى شديدة بس لازم اعمل لها اختبارات برضو وكمان اجي اقسس على التربة الطينية هلوة كويسة جدا بس كسافتها بتكون مش عالية زي كسافة التربة الصخرية طيب لما اجي اقسس على التربة الرملية دي اقدر دلوقتي التربة الرملية اديها اعلى كسافة بين باستعمالي انا وبدك التربة وبشغلي في التربة الرملية يبقى دول ثلاثة انواع كويسين جدا لو هما التلات انواع كل نوع لوحده ينفع تقيم عليه المنشأ بتاعك بس اهم حاجة تسويه وتزبطه وتدي له الجسة بتاعتي وتعرف هتأسس فين على وانه مكان بالزبط او انه ارتفاع هتأسس عليه واحفر قدي ايه ممكن نبص كده مع بعض هنشوف عندي فيديو بسيط خالص وبالما يعني يشتغل معايا الفيديو انا عايز اوضح حاجة مهمة جدا في طريقة الجسة انت قبل ما تشتغل لازم يعني تعمل جسة للتربة بتاعتك يعني الجسة دي بتوضح لي حاجات كتير جدا ايه هي الحاجات دي اول حاجة بتعرفني ارتفاع او المسافة اللي انا هشتغل عليها المنشأ بتاعي تاني حاجة بتعرفني ان التربة دي نوعها ايه ومتنتها كام ودنيتها مشي ازاي تاني حاجة او تالت حاجة بتعرفني هل التربة دي هتنهار ولا هتتسبب في مشكلة معايا ولا ايه مشكلتها بالزبط لو يعني هتنهار وجنبي جار هينفع اقسس عليها لازم اعمله خوزي هتكلفني كتير جدا بقى كده في حالة دي الجسة بالنسبة للتربة مهمة جدا جدا عندي ان انا اعمل الجسة عشان يوضح معايا تعالى بص معايا كده على الشاشة اهي هو هنا بيعمل ايه بينظف التربة بتاعته حفر الحفر بيحفر اوه وبيساوي التربة بيجاهز بقى للتربة عندي الزلط والسن بطريقة يعني تكون متدرجة الحبيبات لازم تكون متدرجة الحبيبات تمام يجي عندي هيعمل احلال او يعمل اي حاجة لان التربة عندي مثلا ضعيفة فبيشيل بيشيل التربة ضعيفة ويحط ايه ويحط حاجة اسمها لانه عمل جسة والجسة قالتلي التربة ضعيفة فبيقول لي شيل 50 سنتي او شيل متر واعمل احلال مثلا يعني لخمسين ايه لخمسين سنتي تاني الاحلال اهو بيكون عبارة عن سن متدرج الحبيبات كبير وبعدين صغير ووسط ويضف له كمان الرملة حتى يكون الايه السن ده عند الدك يتداخل مع بعضيه ويتدك بطريقة معينة بالايه بالمندالة وهنبص نشوف عملية الدكة هي هو شغال بيدك دلوقتي الدكاك هو شغال والدكاك ده باش مهندس بيبدأ معايا من 3 طن لغاية الى ما لا نهاية الدكاك ده في الخرصانة او في دك التربة بالزات في دك التربة عمتا اصلافية عندي دك التربة وسط المباني ده دكاك عادي ممكن يبقى 3 طن اما الدكاك ده لازم يبدأ من 20 طن لان ده بيأسس لمنشأ عندي هيكون ايه هيشيل احمال بعد كده جامدة جدا بص بعد اما دك التربة عمل ايه بيرش الخرصانة بيرش الدك او الاحلال بتاعه بيرش بالمية هو بيغمر بالمية قبل الدكة التانية ب24 ساعة عندي اهو بص الناس بعد لما رش المية ودك بيعمل اختبار للتربة اختبار للتربة بيحفر او بيجي المسافة المكان ده هيعمل اختبار القطعة دي قطعة من الحديد عالي لما جدا 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 خلي بالك عشان الرجل ده يع بالحطة اللي هيعملها دي خلي بالك بيبدأ يعمل ايه بياخد عينة من الاربع اتجاهات من الاربع اتجاهات اهو بيسجل اه شغال بيسجل على طول ياخد العينة ويبدأ يسجل ياخد العينة بتاعته ويبدأ يسجل قطعة الحديد دي هيجيب اللودر بعد ما يخلص اخذ العينات بتاعته من التربة اللي موجودة اللي هو هيعمل لها الجسة دلوقتي وهيعمل لها الاختبار دلوقتي هيحط عليها حاجة تقيلة جدا جدا زي ما بنشوفها في المنشآت برا والمواقع برا بيحطوا مكعبات من الايه الاختبار مكعبات كتيرة مكعب وبييجي يعمل تقل عليها ويحط كمان على قطعة الحديد اللي هو رص عليها وهيوقف الدكاك عليها اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 اقت شغلك وانت جايب لوح خشب تركبه مكان المداد ماشي او جايب لوح خشب تركبه مكان الايم يبقى انت كده مش هينفع تتقيم يبقى غير جدير بعد المداد ده هو عبارة عن عروق من خشب في الليري قطاع 4 في 4 بوصة و 5 في 5 بوصة و 6 في 6 بوصة وتسبت افقيا بالخوابير بطريقة شطرنجية بالقوائم الرأسي طب بنيجي نسبتها ازاي استاذ خلي بالك بص معايا كده على الداتا اللي معايا على الرسم هنيجي نعمل مسلا عندي الخنزيرة بتاعتي اهي المداد بيكون شكله عامل كده عرق في الليري وليكن بالشكل ده ماشي سابت معاه عرق تاني اهو اجي عشان اعمل الضلع التاني وليكن بيكون شكله عامل كده وابدأ الفها ولكن هو ده المداد اللي انا بتكلم عليه بيتسبت في الخوابير بالخوابير ايه بطريقة شطرنجية يعني ايه طريقة شطرنجية طريقة شطرنجية يعني واحدة النحيادي واحدة النحيادي واحدة النحيادي ومداد تاني وخبور تاني النحيا التانية وخبور تاني الناحية اللي بعديها ابدأ اركب واحد الناحية دي واحد الناحية دي وانا بركبه بدقه في الارض واسمره بمسمار في المادات بتاعي كده حتى يصير متين او ممكن كمان اعمله من سيخ الحديد اجيب سيخ حديد اركبه كده اهو وسيخ حديد اصد منه اركبه كده يجو اصد بعضيهم وان شاء الله ان كان في فرصة هنعملها حملي قدامكم اهي ده سيخ حديد وده سيخ حديد بطريقة شترنجية او واحد من الناحية دي وواحد من الناحية التانية كل واحد متر او كل خمسين سنتي بحيث ما تزدش عندي عن واحد متر الخبور وكمان نقوله تاني اللي هو المادات عروق فليري من خشب الفليري خطاع اربعة فاربعة بوصة وخمسة فخمسة وستة فستة بوصة بتتسبت افقية بالخوابير بطريقة شترنجية او بتتسبت بالقوائم الرأسية او بيتسبت فيها القوائم الرأسية لو عايزين نرفع نرفعها عن الارض او نرفع الخنزيرة بتاعتنا من على الارض طيب الخنزيرة المفروض او القائمة المادات ده لازم يكون على مستوى افقي تماما ويكون موزون بميزان المية وكون لو المخنزيرة طويلة اوزنه بميزان الايه؟ ميزان الخرطوب طيب ااجي بعد كده الحاجة اللي بعد كده مهمة جدا اللي هي القوائم هي عروض من خشب في الليري اربعة فاربعة بوصة وخمسة فخمسة بوصة وستة فستة بوصة تكون رأسية لتثبيت المادات عليها بالقوط الخنزيرة بتكون جاية كده ابدأ ان انا اخد مداد رأسي من على الخنزيرة الارضية لو الارض مش مستوية اخد مداد اه الافقي ده اخد منه ايم في الليري اهو اخد الايم في الليري ده وابدأ اشد عليه ايه اشد عليه خنزيرة تانية بحيث تكون في مستوى افقي وانقل المسافة اللي فوق انقلها على الارض بميزان الايه بميزان او تلاقي تلاقي الاكسات بتاعتي انقلها من على الخنزيرة من فوق على الارض وابدأ اعمل التأسيس بتاعي على الايه على الخنزيرة العلوية وابدأ اول ايم ده بحاجة اسمها ايه اسمها عروسة كده عروسة واسبتها في الارض او اسبتها في المداد اللي هو متسبت عندي على الارض بحيث لا تتحرك تماما وتكون متينة تماما نيجي بعد كده نبص على القمط الحديدية اللي بستخدمها عندي وهي تستخدم لتسبيت الاوايم بالمدادات اسبتها اسبت الايم بالمدادات دي بالقمط الحديدية بعد كده عندي الخوابير زي ما قلنا قبل كده الخوابير عبارة عن كسر صالح من الخشب لا تزيد لا تزانة لا تزيد طولها عن خمسين سنتي وتستخدم لتسبيت المدادات وتوضع شطرنجيا على كل مسافة كل خمسين سنتي يبقى الخوابير دي بتدقب بالشكوش التقيل عندي بتدقب الشكوش التقيل وبتكون تتسبب على المداد بطريقة شطرنجية واحد النحيا دي واحد النحيا دي واحد النحيا دي واحد النحيا دي حتى اننا لو حب المداد هيتحرك معايا ما يتحركش معايا خالص ليمين ولا شمال في طريقة افقية خالص وتتسبب بالمسمار وتتدق بالايه بالشوكيش التقيلة ويوضع كل خمسين سنتي مسافة لا تزيد عن متر ويوضع كل خمسين سنتي مسافة لا تزيد عن متر عشان ما زودش المسافة كل ما تزيد المسافة بتعمل عندي مشكلة في المادات بتاعي بيبقى صعب ان انا يكون متين عندي وبيتحرك من مكان عندي حاجة مهمة جدا برضو اللي هي الابائيب لو جينا نبص على الابائيب هي عبارة عن كسر صالح من خشب لتزانة وتستخدم لتثبيت زوايا الخنزير تستخدم لتثبيت زوايا الخنزير ادي عندي مثلا الخنزيرة عندي شكلها عامل كده طريقة مربعة مثلا تقريبا اهي اجي هنا الابقاب بلاقي بلاقي متسبت هنا عشان يزبط للزوايا دي ابقاب كده متسبت في المكان ده عشان يزبط الزوايا دي نفس القصة ابقاب متسبت هنا في الزاوية دي بعد ما اوزن الزاوية وزبط الزاوية وتأكد من قائمية الزاوية بتاعتي او مسبت الابقاب عندي دون وبيكون من خشب اللتزانة قطاع واحد بوصة في اربعة واحد بوصة في خمسة واحد في ستة بسبتوا بالمسمار في اللي هو الماداد ده والماداد الطولي والماداد العرضي نفس القصة هناك بس طبعا بأكد وبقول مليون مرة ما سبتش الابقاب الا لما ازبط قائمية الايه قائمية الزاوية بتاعتي اللي موجودة عندي دي لازم ازبط قائميتها عندي بعد كده عندي حاجة اسمها الوصلة الوصلة دي بتكون صالح من خشب اللتزانة وتستخدم لتثبيت رؤوس المادادات الف الليري ببعضها بيكون شكلها عامل كده هذه الوصلة بتاعتي على الماداد الف الليري بيكون الماداد مثلا له راس كده اهو بيجي يتقابل مع ماداد تاني زي كده طبعا الفاصل ده اللي عندي ده الفاصل ده ده ماداد ماداد وده ماداد ماشي ده ماداد وده ماداد فانا من هنا لو سبت المسافة دي مش متسبتة فبيتالي ده بيتحرك لوحده وده بيتحرك لوحده فباجي اعمل ايه او ام ادي له حاجة اسمها ايه اسمها وصلة من الجنب النحية دي وصلة لتزانة ومن الناحية دي وصلة لتزانة بحيث تعد معايا المسافة دي تكون كافية للتسبيت في الايه للتسبيت الماداد ده بالماداد التاني اهي وبتكون من خشب الايه من خشب لتزانة وتسبت بالمسمار في العروق تسبت هنا 3 ا4 مصامير وهنا نفس القصة ما تسبتش مسمار واحد خالص لازم تسبت اقل حاجة 3 مصامير او 4 مصامير في الايه الماداد ده والماداد التاني بكده يبقى احنا عارفنا ايه هي الوصلة ايه هي استخدامات الوصلة في الخنزيرة وعرفنا الوصلة من خشب ايه نيجي بعد كده لخطوات تنفيذ الخنزيرة خطوات تنفيذ الخنزيرة عايزين نخلي بالنا مع بعض جدا جدا عشان نقدر نقول الخنزيرة دي هننفذها ازاي وهنشتغلها ازاي على الرسم وبعد كده ان كان فيه وقت ان شاء الله نشتغلها عملي ونتفرج عليها على فيديو وتكون معانا مظبوطة جدا جدا وتخش دماغنا بحيث نقدر ننفذها ننفذ الخنزيرة دي في الموقع مراجعة الرسومات ونقطة الربير المنسوب يعني ونقطة المساح يبقى انا اول حاجة عشان اعمل الخنزيرة دي بش مهندس لازم اجيب الرسمات اجيب الرسمة بتاعتي واقول الرسمة دي محاور فين ومناطق الارض بتاعتي فين او المنشأ بتاعي مكانه فين مهم جدا جدا الموضوع ده مهم جدا ان انا اجي ابص اشوف الرسم بتاعي واحدد منه اول حاجة المنشأ حدوده ايه من اليمين او من الشمال فيه جار او فيه شارع من الجنوب فيه كذا من الشرق فيه كذا من الغرب فيه كذا واحدد الموقع بتاعي بناء على الرسم بتاعي واقرى الرسم كويس طيب انا جيت حددت الموقع بناء على الرسم واحدد كمان على الرسم الايه المحاور طيب لما حدد الايه الموقع من على الرسم اشوف بقى المنسوب بتاعي فين والربير فين وهبدأ منين واشوف الشارع بتاعي كام وابدأ ايس واخد منسوبه وابدأ احدد الموقع بتاعي كده زي ما هنشوف اهو بص معايا على الرسم على الورقة كده أبدأ أحدد الموقع بتاعي لو هو مربع أو مستطيل أو أيا كان زي ما حدك شايف كده أنا بسيت على الرسمة وحددت الموقع بتاعي أول حاجة حملتها سبتت الأول عندي شخص هنا أهو شخص ده بداية الموقع بتاعي وده شارع مثلا وده شارع مثلا هنا أجي أقول هنا شخص تاني أهو وأحط شخص حتة حديدة فيها علامة حمرة وأجي على الكورنر الثالث وأقوم أثبت حتة حديدة وفيها علامة حمرة أو شخص عندي وأقوم أثبت في شخص في المسافة بتاعتي التانية بعد تحددها من على الرسم وعلى الطبيعة بتاعتي وأبدأ أن أنا أوصلهم ببعض زي ما حضرتك شفت كده بالخط أوصل من على الشواخص بتاعتي طبعا بيكون فيه الشواخص اللي هنا والشواخص اللي هنا الأربع شواخص بتوعي أكون مسبتهم في قلب الأرض سيخ حديد هو تمام وببدأ أن أنا أشد الخطان بتاعتي على الأربع جهات طولي وعرضي زي ما حضرتك شايف كده باش مهندس بعد كده بجيب الجير اللي احنا قلناه من شوية قلنا عليه من شوية وأبدأ على الخيب بتاعي وأمشي أحدد المنشأ بتاعي كله طبعا أنا جبت الكلام ده منين من على الخريطة بتاعتي أو الرسومات التنفيذية بتاعتي اللي موجودة عندي وحددت نقطة المساحة أو المنسوب أو الربير بتاعي كلام جميل يبقى كده خلصنا التحديد المنشأ بعد كده يا جماعة هخش على مين تمهيد طرق المرور حول الخنزيرة عشان أخش للمنشأ ده بتاعي عايز طرق تخش للخنزيرة عشان أبدأ أعمل الخنزيرة عرفت أنا مكان المنشأ فين طيب عشان أدخل للخنزيرة دي خشب أو أدخل لها بعد كده هصب العدية هصب المسلحة هجيب حديد هجيب رملة هجيب زلط هجيب سن يبقى لازم طريق سهل جدا يكون داخل على مكان الخنزيرة دي وكمان لو أنا تسببت في حفر أو قال لي التربة دي هيحصل فيها حفر أشيل الحفر بتاعي من مكانه الرئيسي على مسافة تبعد عن أو تبعد عن المنشأ بتاعي بمسافة أقل شئ خمسين متر أقل شئ خمسين متر ده لو أنا هستفيد بالحفر دي الثاني طب لو مش هستفيد به أشيله أرميه فين في المقالب بتاعة المختصة بالردم والنفايات والحاجات اللي زي كده ليه عشان أعمل طريق يخش أخش به من على المنشأ دو يكون سالك وكويس يبا هو بيقول هنا إيه؟ بص معايا على الشاشة تمهيد طرق المرور حول الخنزيرة دق المحاور وشد الخيطان المحددة للمحاور بتاعتي بعد كده تحديد مكان الخنزيرة ويفضل أن تكون من مساحة أو مساحة المبنى أو الحفر عن بعد كام واحد متر للايه؟ واحد متر إلى اتنين متر طيب أنا عملتها واحد متر اتنين متر بص معايا على الرسمة كده معلش على السريع عشان قربنا ننهي الحلقة يبقى أنا أجي هنا على المنشأ بتاعي أنا حددته وأقول واحد متر أو اتنين متر ويفضل تكون اتنين متر ومعلم علام في الأول وأعلم في الآخر وأعلم في النص وأبدأ أشد خيط معايا وأشد الخيط ده عشان هشد عليه المداد بتاعي أخذ الاتنين متر بتوعي من هنا أخذ الاتنين متر بتوعي من هنا وما ينفعش أخذ في النص بس ولا نقطة واحدة ما ينفعش أخذ نقطة واحدة تمام؟ أخذ أشد الخيط بتاعي أهو عشان أشد عليه المداد وأبدأ أخذ المسافة دي برضو نفس الكلام بتاعي أهي ووصل النقطتين ببعض ونفس القصة من هنا وأبدأ أخذ النقطتين ببعض كده الأربع جهات عملت عليهم شدت عليهم خطان على أساس أن يبقى أنا الخيط اللي عندي في الأربع اتجاهات ده باش مهندس ده حدود الخنزيرة بتاعتي بعد كده هبدأ إن شاء الله والكلام ده يكون في الحلقة اللي جاية إن شاء الله نبدأ نسبت لك الخنزيرة مظبوط وعرفنا موقع الأرض بتاعتي أو المنشأ بتاعتي وبعد كده عملنا منه حدود الخنزيرة نفسها وبعدنا اتنين متر أو متر ونص وعملنا شدنا الخطان وفي الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنكمل مع بعض بإذن الله إن كان لنا عمر هنكمل عمل الخنزيرة عملي إن شاء الله وبرضه هنتفرج على فيديو لكذا شكل من أشكال الخنزيرة وهنتعرف مع بعض بحيث نطلع مع بعض عارفين الخنزيرة دي بتتركب إزاي تستخدم لإيه بعمل عليها إيه بشد الخطان إزاي بشد الأكسات إزاي بشد بنئ الأكسات من أعلى لأسفل إزاي بأعمل أو بأعرف حدود المنشأ إزاي على الخنزيرة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعدتوا بلقائكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر